تربع منتخبنا الوطني لألعاب القوى على عرش سباق اختراق الضاحية الخليجية للعموم 12 كم بعدما حقق بطولة الخليج السابعة والعشرين للرجال لاختراق الضاحية والتي أقيمت بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا نجح منتخبنا بالفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في المجموع العام كما سيطر على نتائج الفردي بعدما خطف المراكز الأربعة الأولى بهذه المناسبة رفع سمو الشيخ خالد من حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أسماءات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة أعهل البلاد المفدة الداعم الأول للرياضة البحرينية وإلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كون هذا الإنجاز يعد ثمرة من ثمار دعم القيادة الرشيدة للحركة الرياضية والشبابية مضيفا سمو أن هذا الإنجاز عكس سلامة الخطط التي وضعت لرفع المستوى العام لقطاع الشباب والرياضة من قبل اللجنة الأولمبية البحرينية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وذلك بهدف حجز مكانة مرموقة لمملكة البحرين ومواصلة مسيرة الإنجازات والنجاحات بخطة ثابتة مهنيا سمو سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بهذا الإنجاز وشاد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالمستويات المتميزة التي قدمها أبطال البحرين وما تحلوا به من روح التفاني والإخلاص لتشريف وطنهم في هذا المحفل ليؤكدوا تفوق البحرين في سباقات اختراق الضاحية وزعامتهم الخليجية في هذا السباق بكل جدارة مؤكدا سمو أن هذا الإنجاز سيحفز مجلس إدارة الاتحاد لبذل المزيد من الجهود لكسب المزيد من الإنجازات على مختلف الأصعدة ترجمة نانسي قنقر